انت شاركت في الجيل اللي قادوا المدير الفني الحالي لنادي الاهلي مارسل كولر وكان اداء رائع جدا للفريق النمساوي في هذه النسخة اذا ما قررنا مارسل كولر بالمدير الفني الحالي رالف رانجيك المدير الفني الحالي لمنتخب النمساوي ازاي تقدر ان انت تقيم الاتنين بالتأكيد لقد شاركت مع مارسل كولر في البطولة انا ارى من وجهة نظري ان المدربين الاثنين قد يكونوا مقاربين من ناحية الفني من ناحية الافكار من ناحية العقلية من ناحية التاكتك ولكن في عصري في 2016 على سبيل المثال قد يختلف اللاعبين السكواد مختلف تماما عن ما هو الحالي عن مقارنة برالف رانجيك انا اعرف تماما مارسل كولر وعاصرته واعرف كيف يفكر من ناحية الفنية وناحية التاكتك وكيف يتعامل مع اللاعبين قد يكون هذا اختلاف بسيط بين رالف رانجيك من ناحية التعامل النفسي مع اللاعبين وانه يقرب من اللاعبين ويصاحبهم وهذا ينعكس بشكل ايجابي على اللاعبين